ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليم المواقف الوطنية لأبناء محافظة مأرم وساكنها من أحرار اليمن وبما يسطرونه من تضحيات عظيمة في المعركة الوطنية المصيرية التي يخوضها الشعب اليمني الأبي دفاعا عن الثورة والجمهورية وحماية المكتسبات الوطنية والتصدي للأطماع الإيرانية وأحلامها التوسعية في اليمن والمنطقة جاء ذلك خلال لقائه القيادات الرسمية والسياسية والشعبية في محافظة مأرب وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والمقاومة الشعبية والمشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية بمحافظة مأرب والمحافظات غير المحررة وقال العليم إن محافظة مأرب هي بوابة النصر الرئيسية في المعركة الوطنية المقدسة نحو استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وكل التراب الوطن من سيطرة ميليشيا الإرهاب الحوثية بفضل وحدة صفها وتماسكها واستفاف كافة مكوناتها السياسية والاجتماعية ورجال قبائلها والتفافهم إلى جانب الشرعية الدستورية واحتضانها للمشروع الوطني الجامعي ضد التمرد والانقلاب الحوثي المدعو من النظام الإيراني وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على تعزيز الجبهة الداخلية كونها الصخرة التي تتحطم عليها كافة التحديات وأعرب عن إعجابه بما شاهده في محافظة مأرب من نهضة تنموية شاملة شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والعمرانية العمرانية